هناك أسباب مرضية، لابد أن نستبعد الأسباب المرضية في البداية قبل أن نتكلم عن إلاج التعب وقلت المجهود ما هي الأسباب المرضية للتعب وقلت المجهود؟ الناس اللي بتعاني من زكام مستمر، الناس اللي بيبع عندها تعب وتكسير في الجسم كله لو إحنا استبعدنا هذه المشكلة الحمد لله رب العالمين لا أنت صحياً بخير ومفيش نفلونزة أو بردة أو أي مشكلة خلاص، يبقى تيجي نشوف السباب الثاني السباب الثاني فرط نشاط الغدة الدرقية فرط نشاط الغدة الدرقية من ضمن الأسباب اللي بتعمل خمول وكسل ودي طبعاً بتكتر عند الناس النحيفة عنده إفراط في نشاط الغدة الدرقية في بيعاني من كسل وخمول وتعب مستمر لو إحنا عملنا فحوصات الغدة الدرقية وطلعاً الحمد لله رب العالمين إحنا صحياً بخير خلاص، نيجي نبص على السبب التالي، إيه هو السبب التالي دكتور أحمد؟ الأنيميا، الأنيميا علشان كده إحنا عملنا حلقة تتكلم عن الأنيميا ما بين التشخيص والعلاج والأدوية اللي بنستخدمها داخل العيادات علشان كده لو إنت متفرجتش على فيديو الأنيميا ده دلوقتي حاجة إنزل دلوقتي تتفرج عليه وبعدين تعالى مرة تانية علشان نستبعد مشكلة الأنيميا السبب الرابع بكل بساطة استخدام الأدوية لأول مرة أنت ماد يكون حساسيتك من بعض الأدوية تكون تسبب لك التعب وقلة المجهود إذا كنت صحيا بخير الإعلاج بشكل بسيط، إيه حاجة اسمها الرويال جيلي؟ الرويال جيلي اللي هو غذاء ملكات النحل غذاء ملكات النحل ده من ضمن الحاجات اللي تدي باور وطاقة ونشاط وحماس وحيوية وخصوصا للناس المتجاوزين بقى يا بختوكم لو مخدتوا الحاجات دي طبعا مش أقول لكم بقى إيه إيه يحصل يعني دي كده يا جماعة نكون خلاص من حلقة بتاعتنا النهاردة اتكلمنا عن الإعلاج طبعا الحاجات ديت موجودة في الصدلية باسم غذاء ملكات النحل اللي هي الرويال جيلي موجودة في أصناف كتيرة جدا لا تعد ولا تحصى وفوائدها عديدة جدا لكن طبعا احنا بنفضل الحاجة الطبيعية يفضل تجيبها من عند أي منحل أو أي شخص تثق فيه شكرا لكم كان معاكم الدكتور رحمة العطية الدهشان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم بصحة وعافية